بالفعل يترقب بعشاق كرة القدم مباراة النادي الأهلي والزمالك في بطولة السوبر المصري بكرة ولها تقام على ملعب محمد بن زيد بالإمارات بالفعل كلام كتير وتفاصيل أكتر هنعرفها عن مباراة السوبر وكواليس استعدادات الفريقين وبصحبتنا الناقد الرياضي لأستاذ أحمد إبراهيم إنه بنور النهارة في السباح الخير أهلا بك شهر مصطفى وصباح الخير أهلا بك شهر الدنيا أهلا بك نور بالتأكيد فيه كواليس كتيرة جدا قبل مباراة الغد يعني القلع الحمراء والقلع البيضاء في أبوظبي استعدادا لهذا النهائي المهم آخر الكواليس عندك يا كابتن طبعا إحنا عارفين أن معسكر الزمالك ومعسكر الأهلي الفترة اللي فاتت دي حصل فيها أحداث كتير داخلية ولكن طبعا إحنا مش هنصجرها في مباراة مهمة زي كده الأهم في اللقاء أن كولر أفل على الفرقة بشكل كويس جدا حاس اللاعبين من خلال المحاضرة قبل التدريب بعد مباراة سراميكا أتكلم في حاجات كتير جدا أهم أن ما ينفعش أهلي يخسر بطولتين وراء بعض طبعا هو كولر داخلية حاسس أنه مع الأهلي ممكن ما يكونش لي تواجد أو ممكن ما يكملش المسيرة لو حصل أي نتيجة عاكسة في مباراة السوبر القادمة هو عارف طبعا أنه مباراة سراميكا كان بيجرب حاجة معينة أو تشكيل معين وعايز يقف على بعض اللعيبة التي ترعب في مراكز جديدة عليها زي ما شفنا يهم عشور لعب جناح فترة كبيرة من المباراة واتكلم مع اللعيبة وقول لهم أن البطولة الجديدة بطولة مهمة جدا في بداية الموسم القادم اللي هيبتلي قريب إن شاء الله بالنسبة للزمالك طبعا نحن عارفين جوزي جميز زكي جدا فصل اللعبين تماما عن أي أحداث حصلت اتكلم مع اللعيبة كتير جدا عن البطولة دي بطولة مهمة جدا للزمالك إنه هو تالت نهائي مع الناد الأهلي والتاني يبطلع على التوالي بالنسبة لجوزي جميز مع مجموعة اللعبين الموجودين طبعا لعيبة كبارزة عبدالله السعيد وشيكبالة تكلمه بشكل قوي جدا نحن عايزين نعمل مباراة كويسة ونمثل مصر أفضل تمثيل في هذه المباراة وطبعا الزمالك هيحاول يسعى جاهدا إنه هو يحصل على البطولة التانية على حساب الناد الأهلي طبعا تبقى بداية كبيرة جدا وكوية بالنسبة للزمالك المعسكرين طبعا عندهم حافز كبير ودوافع قوي جدا إنهم يحاولوا يحرزوا هذه البطولة طبعا بداية موسم في البداية أنت بتحاول لك أنت تدخل بطولة تبتلي بها الموسم المحلي هنا في مصر يبقى عندك دوافع أكبر كده تكمل على المدى البعيد في البطولة حاليا طبعا بطولة الدوري بطولة طويلة ومحتاجة دوافع كبيرة ومنفسها أكبر ويكون اللعبة وقفة على مستوى معين الأداء طيب إحنا طبعا تابعنا المشاط يوم للحد الأهلي مع سراميكا وكمان الزمالك مع بيرامدس الأهلي والزمالك كان أداءهم مش أحسن حاجة مش في أحسن وضع كان متوجدين عليه في الفترة اللي فاتت هل بالفعل هيتخطط كل الأخطاء في اللعبة اللي كانت موجودة في المباريتين اللي فاتوا وهيقدروا أن هم يتدركوها بشكل كبير ويقدروا يحققوا كمان منفسة قوية في الملعب طبعا بالتأكيد مباراة الكمية ملاشة أي مكريس وكل الناس عرفوا الكلام ده كويس يعني طبعا الأهلي في مباراة أفريقيا مباراة جرمهية زهاب وعودة كله قال الأهلي كافة الأهلي أرجح في الصبر الأفريقي الأهلي فاز على الجرمهية زهاب وعودة بيئة سلوسية الزمالك كان أداءه مش أحسن حاجة طبعا في هذه المباراة مع البوليس الكيني في الزهاب والعودة ما كانش أداء أفضل مع عند الزمالك ولكن طبعا عارفين أن مباراة الكمية ملاشة أي مكريس تماما وأنا شايف أنها تبقى مباراة يعني ما لهاش أي ما نفعاش حد يتوقع أصلا نتيجة يعني ما لهاش اي توقع نتيجة بالنسبة للمستوى الزمالك مستوى الأهلي مستوى الزمالك خماتش بيرامنز أنا شايف أنه كان أكتر لياقة بدنية يعني اللي كان عنده سبات لياقة بدنية الكرة ما بين الزمالك وبرامنز ما كانش يمكن ما كانش فيها جمالية كتير كان فيه تحفظ كبير جدا ولكن كانت كفت بيرامدز أرجح لأننا نرى سكوات بيرامدز اللعبة على أعلى مستوى طبعا إدر إبراهيم عادل يتأقدم في ديار 14 في وقت صعب جدا تبدأت مباراة الزمالك بيجي فيه هدف إدر الزمالك يرجع لما إدر الزمالك يقف على رجله بدانيا لما طبعا جوزي جوميز قدر أنه هو يوظف اللعبة بشكل كويس اللعبة هدية نزلت الملعب اتعدلت في وقت قياسي فقط قويس جدا إدر الزمالك أنه يبنى ولكن مباراة الأهلي مع سرميكا خاني أقولك أن الزمالك بقى مختلف في حاجة كان قبل كده لما بيدخل فيه هدف أول المباراة كان بيفقد تركيزه أصبح لأنه بيعيد التركيز مرة تانية وبيعيد ستوفه داخل الملعب هو ده شغل طبعا مدير فني بالتأكيد طبعا جوميز بالنسبة لأهلي سرميكا طبعا كولر زكي كولر في مباراة سرميكا لعب بطاهر محمد طاهر وراهن عليه بشكل كبير وطاهر محمد طاهر قد أداء كويس جدا وقبل أحسن أحرز هدفين من وضع الحركة ولعيب سريع جدا وقدر أنه يأخذ القرى في مساحة وقدر أنه يخلي الأهلي طبعا في نص ملعب سرميكا أغلب الشرط الأول طبعا سرميكا فرقة كسكوات فرقة محترمة جدا قدت مباراة كويسها على الأهلي وعملت شوط تاني ممتاز جدا ولكن طبعا خبرة لعبة النادي الأهلي قدرت نحسن اللقاء طبعا إمام عشور شوفنا في مكان جديد شوية اللي هو بيحاول يرمي ناحية الشمال كطرف مكان جديد على أمام شوفنا أمام بينطلق الانطلاقات الخطيرة جدا سبب خطورة كبيرة على فريق سرميكا حط كرة في العرضة طبعا كانوا في التوفيق كانوا يقدر الأهلي لو كان جلدة داخل كده أهلي يتقدم من 2-0 كانت مباراة خلصت ولكن طبعا كانت مباراة صعبة إن أنا ما أقدرش أحكم على مستوى الزمالك والأهلي في آخر مباراة قبل مباراتهم مع بعض أصلا صحيح فأنا ما ينفعش ما يهمش مباراة طب خلينا نتكلم عن الغيابات والإصابات تمام في الأهلي والزمالك هتبقى عاملة إزاي بالنسبة للزمالك طبعا لو قلنا أنه ممكن غياب دونجا أو مصطفى شلبي أنا شايف أنه ممكن عوض دونجا طبعا مع فرق الخبرات ممكن محمد شحاتة يلعب في المكان ده كويس لأن طبعا نحن عارفين عمر الجاب الراجع وهي لعب ناحية الليمين فطبيعي محمد شحاتة هيبقى تالت لعبين في نص الملعب ممكن الزمالك ما يعانيش كتير في حياتة نص الملعب في الغياب دونجا لعين دونجا لعيب خبر ولعيب كويس في المكان ده بالنسبة للأهلي طبعا هيبقى واجهة مشكلة كبيرة الأهلي عنده أكرم توفيق أصلا لعيب نص ملعب لعيب بلعب ستة وأحيانا كممكن لعب تمانية آه لعب باك يمين كتير ولكن هو مش مركزه وأنا شايف أن كولر بيرعى نعلم بوراة اللي جاية كولر هيلعب بالنسبة 90% بأكرم توفيق ناحية الليمين طبعا طيب المشكلة الممكن يواجهها أكرم توفيق المشكلة أنه أصلا لو لعب برسيتاو أصلا في الحتة الدفاعية ما بيسنتش يعني ما بينزلش يعمل حتة الدفاعية بشكل كويس فطبيعة تبقى فيه خطورة كبيرة جدا على أكرم توفيق في الحتة الليمينة لكن أكرم دفاعيا قوي جدا ولكن هجوميا محتاج أنه يعني برسيتاو يؤدي اللي مطلوب منه بشكل كويس عشان يقدر أكرم يلعب الحتة دي بشكل أفضل ده بالنسبة للأهلي هي دي الفجوة البسيطة اللي ممكن الأهلي يوجه فيها مشاكل هي نحية أكرم توفيق لكن الأهلي طبعا سكواد محترم الأهلي ما بعتقدش حتى لو عنده غيابات عنده اللعبة برضو تقدر تشيل في المركز ده نحن على موعد نحن نشوف مباراة كاراوين مباراة كواسة جدا ولكن الأهلي عنده مشكلة ظهرت مؤخرا فيه آخر كم مباراة كده من الدقاء ع 65 يبتلي الكيرف بتاع اللي أكل بدانية للأهلي ينزل بنبتلي نشوف الرتم بتاع الأهلي ما بيبقاش هو نفس الرتم اللي يبتلي به أو بيكامل بمباراة في آخر عشر ماتشات ليه هي القصة في حتة البدانية طبعاً احنا في بداية موسم فطبيعي الفرق مش جاهزة الحتة البدانية والحتة الفنية يعني والياقص الزهنية مش حضرة بشكل كويس ولكن كافة الزمالك في حتة البدان احنا شفناها شفناها في ماتشات أفريقيا بيلعب في ساعات فيها رطوبة كاتعالية في الزهاب مع البوليس الكيني شفنا الزمالك عملها في ماتش السوبر لما كان متأخر بعدها في أم الأهلي وقدر انه هو يحافز على أو ينظم الحتة البدانية طوال الشهود التاني يعني الزمالك كان ضاغط وهو اللي كان الأهلي كان بيحاول يحافز على الهدف حتى الزمالك بعد التعادل الزمالك كان بيحاول أنه يجيب التاني فالفرق البسيط اللي ممكن نحسه في مبارات القمة هو الفرق بدني احنا في بداية موسم فممكن البدني يبقى كافة الزمالك أرجح ولكن مش في النتيجة أنا بتكلم بدنياً أنت لحد وقت مش قادر تقول مين اللي ممكن يحصل اللقب لكن فيه كان كلام كتير بأن كذا يوم عن حكم المبارات السوبر تعليقك إيه عن الموضوع ده بالنسبة للتحكيم من مصري والله إحنا يعني ما عندناش مشكلة في قصة التحكيم من مصري طبعاً لأنه لا يوجد حكم عايز يفشل لا يوجد حكم عايز ينزل الملعب الناس كتير تنتقدوا ونوه طبيعي عايز يعمل أحسن أداء ليه عشان يصدر بشكل كويس صحيح إحنا ممكن يكون التقصير كمستوى تحكيم كمستوى تحكيم ولكن مفيش حكم عايز يبقى وحش مفيش حكم عايز يبقى حكم يروح كاس عالم ويروح بطولات كبرى فطبيعي الحكم عايز يبقى كويس ولكن بيبقى فيه ضغوطات معينة يعني فيه فرق بحجم الزمالك بحجم الأهلي وفرق جمهرية كبيرة جداً بحجم الإسماعيلي المصري الاتحاد بمختلف انتماءاتهم بيبقى فيه حكم بيستسلم للضغوط الجمهرية الكبيرة اللي موجودة في ملعب وفيه حكام في مصر الحقيقة عندها حتد السمات وهي ده الحكام القليلة جداً اللي مسلت مصر تمثيل كويس ده في البطوات الكبرى أما بالنسبة للسوبر مصري الحكم اللي يكون مصري أنا بالنسبة لي كنت أفضل بعيد عن كل الكلام ده خلص أنك ممكن تطاقم تحكيم أجنبي يدير اللقاء بعيداً عن كل الكلام اللي بتتكلم وأنا شايف أنه ممكن حكم مصر ده اللقاء بشكل كويس جداً احنا شفنا قبل كده كابتن برين نور الدين ماتش زمالك وأهلي كان كويس جداً يعني شفنا أمثلة كتير ولكن هي حتة كفاءة التحكيم كفاءة التحكيم احنا عندنا حكام كويسين جداً في مصر ولكن محتاجين المنظومة كلها تبقى على نفس المستوى التحكيم هل أنا معطرد على حكم مصر يحكم برد كم أولاً أنا شايف أنه ممكن كان حكم أجنابي كان يبقى أفضل في حتة عدم يعني إصارة الجدل حوالي التحكيم المصري وجود جالية كبيرة جداً من الجماهير المصرية في أبوظبي بالتأكيد حيخلي فيه جماهرية أيضاً كبيرة للمرش يعني توقعتك إيه للتواجد الجماهيري نفاذ التذاكر تنظيم الجاليات المصرية للمباراة اللي بدأ بالتأكيد من أكتر من يوم هو طبيعي أول ما بتطرح التذاكر بتشاط الزمالك والأهلي أو الأهلي والزمالك ما منلاقيش تذاكر طبعاً يعني طبعاً ده طبيعي يعني أكبر فرقين في أفريقيا وفي الوطن العربي في الشرق الأوسط طبيعي كمستوى جماهيرية كمستوى شعبية كمستوى بطولات طبعاً يعني إحنا بنفتخر دائماً نحن نلقى في مصر ندين بحجم الأهلي والزمالك أو الزمالك والأهلي تبقى حاجة ممتازة جداً الحضور الجماهيري في الإمارات أو في أي دولة خليجية إحنا بنبقى عارفين ومتأكدين عيب حضور كامل العدد طاغي طبعاً 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 حجم المباراة لو مباراة ودية وينزمالك وأهلي المدرجات برضو هتبقى ملينا على آخر يعني إحنا شعبي بتنفس كورة أصلاً شعبية الفرقتين بتخلي أن أي ماتش حتى لو ماتش ودي طبعاً ما حصلتش ماتشات ودية ولكن لو ماتش ودي لأن المدرجات كلها مليانة طبعاً إحنا يعني نتمنى إن شاء الله تبقى مباراة تخرج تخلينا إحنا كمصريين فخورين بالالتزام التزام الجماهيري والتزام اللاعبين داخل الملعب طبعاً وهي مباراة كورة قرارة 90 ديال الأفضل هو ليكسب وإحسن أوله مبروك وإن شاء الله تكون حاجة كويسة إن شاء الله في فترة اللي جاي بإذن الله بإذن الله تسويق كويس يعني لكورة مصري إن شاء الله شكراً لك الكابتن أحمد أبراهيم النقد رياضي شرفتنا ودورتنا تعليقاً على المباراة شرفتنا مجود مع حضرتكم شكراً جزيلاً شكراً